من لا يفهم لغة الاقتصاد يظن أن إصدار قرار حكومي بتحديد سعر صرف عملة ما أمام الدولار هو الذي يحل المشكلة هذا القرار الارتجالي حدث في العراق بعد تعمق الأزمة الاقتصادية بفعل خفض قيمة الدنار أمام الدولار في عهد مصطفى الكاظمي تزايدت تداعيات انخفاض قيمة العملة وأثرت بشكل كبير على حياة المواطنين وحركة السوق فما كان من رئيس الحكومة الحالي محمد سوداني إلا اتخاذ قرار مفاجئ برفع قيمة الدنار معتقدا أن المشكلة تم حلها وكالة بلومبرغ قالت إن إعادة تقييم سعر صرف الدنار العراقي لن تحل المشكلة لأنها لا تغير المعروض من الدولارات التي تدخل السوق وبدلا من ذلك فإنها تزيد من اعتماد العراق على النفط خاصة عندما يقترن ذلك بزيادة الانفاق الحكومي كذلك وكالة فرانس بريس نقلت عن خبراء في الاقتصاد تحذيرات بأن التحسن أمر مؤقت ومن ثم تبدأ الأثار الكارثية لهذه الخطوة التي تحمل أهدافا سياسية ودعائية ولا علاقة لها بملف تحسين الواقع الاقتصادي الخبراء أكدوا أن هذا الإجراء الحكومي سيسبب عجزا كبيرا في الموازنة العامة ما يعيق إقرار الموازنة في وقت قريب فضلا عن أن سعر الصرف سوف يبقى عند المستوى المرتفع لأن سعر الصرف يخضع للعرض والطلب ومع استمرار تناقص الدولار من السوق العراقية يتراجع العرض ما يعني مزيدا من الارتفاع بسعر الصرف وتدهور الدنار العراقي أزمة العراق الاقتصادية لا تتعلق بقيمة العملة وإنما بالفساد المالي وسوء التخطيط وانعدام التنمية وغياب المشاريع المنتجة